سجن ست شهور انت عادت في سجن واحد فوقيت ان انت بتقول لي انا يعني عادت في اكثر من سجن يعني ليه ما هو انا ليه دي يعني الجواب عندها عنها عند يعني ممكن مصلحة او ادارة السجون او انا مش قادر اعرف لانه انا عادت تقريبا في خمس سجون يعني خمس سجور في ست شهور وكان حتى القائمين على المكان وانا خارج او انا بترحل لما كان سؤالي انه ليه يعني انا خلاص يعني عرفت المكان وقدرت ان انا اتعايش مع طبيعة المكان وطبيعة حياته ليه عايزين تودني مكان تاني يقول ليه دي اوامر عالية احنا مقدرش انهم ينقلوك من سجن السجن انت لما خلاص بتوعد في السجن وتستكر فيعني بتصنع مجتمعك يعني فممكن تعضل ست شهور كامل انما ياخدوك من مكان لمكان ده ده كان شيء يعني بالنسبة لي كان اصعب من يعني اصعب فترات الحبس انه بتدخل من عالم لعالم لانه كل مكان ليه حياته ليه مواصفاته وليه كمان الاوامر اللي لازم يعني تتعود عليها وتبقى بتنفزها يعني فيه زمون بتمنع اشياء سجون تانية بتسمح بيها مش بتكلم على حاجة ممنوعة يعني اصعصا كل الحاجات تشتمنوعة اه يعني لأ انما فيه قواعد بتختلف من هنا لهنا يعني قواعد بتختلف التعليمات بتختلف من كل مكان للتاني فكل مكان ليه طبيعة واذا يعني اذا يعني ارتحت في مكان او حسيت ان انت تقدر انك تمارس حياتك فيه للفترة المفروضة عليك بتفاجأ بان انت في ثانية تبقى مفيش وهما ما بيدوش اي يعني اي علامة لان انت هماشي كمان ساعة مفيش هي جاهز حاجتك هتطلع الوقت ده كان الامر اللي بيجي جاهز حاجتك هتطلع الوقت حداخدك من السجن ده نوديك سجن تاني الله اعلم فيه الله اعلم فيه ده انت مش سجن خطر انا مش عارف products اول سوال بس اقلها يا معوانا خطر درجة ان السجن اللي انا كان الاعتماد بتاعي اسمها كده الاعتماد بتاعي عليه او انه الورق بتاعي اه بيقول ان انا قضي مدتي في سجن الزآزيل في سجن الزآزيل الحالية كانوا معدني في مكان غاية صعوبة انفرادي في غرفة الدواعى الامنية في سجن الزائزي؟ في سجن الزائزي. انفراضي يعني مفيش معك.. انفراضي اوضة مفردة متر في متر ومص تقريبا في الغرفة مكتوب عليها دواية امنية. دواية امنية دي اللي انا عرفه انه بيبقى الناس الخطرين او بيبقى في خصام بينهم وبين الناس بوا السجن. فممكن بدلا ما يبقى في اخناقات فتعال عزلهم؟ ده ازاي العزل؟ فدي كانت بالنسبة لي هي المكان اللي انا المفروض اقضي مدتي فيه كان سجن الزائزي. ده كان الاساسي. اه بس الحبس الانفراضي ده قعد في قد ايه ده؟ ما هو ده ده تقريبا اه يعتبر تلات شهور غير يعني انا وصلت له بعد شهر من شهرين. اول اول سجن كان سجن الثور. اه. اللي هو التابع للواقعة. اه. يعني التابع لجنوب سينة. عشان انت الواقعة كانت جنيات شرم الشيخ. في جنوب سينة اه. اه. اشان مش ركن فيهاش سجن. التور هو اللي فيه مدينة التور. اه. اه. قعد فيه شهر وفجأة ساعة اربعة الصبح مسلا صحوني يلا. فتخيل حدك انا خارج من جنوب سينة اه هقرج مش عارف انا رايح فين. اه فلما سألت تحدي من المخبرين فقبت له انا يعني حرك ممكن تقولي انا رايح فين. قالي بص هي العربية هتعدي على اربع سجون. فيعني انت وحظك بقى مش عارفين يعني انت هتنزل فيه. اه. انت هتعدي حن يعني نرميك في السجن اللي انا. في المكان اللي انت المفروض تنزل عليه. بس دي اوامر ما ينفعش ان احنا نعرفها جدا. اشتركوا في القناة